السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الطالبة موضوعنا اليوم عن منظومة تثليج الهواء أو ما يسمى بدورات الهواء للتثليج أو Air Refrigeration System حقيقة دورة الهواء للتثليج طبعا أنت لكم هذا الدرس مفروض احنا مراجعين وفاهمين منظومة تثليج الانضغاطية بالتفصيل على الرغم من أنه بعض المصادر بعض المصادر يبدون بدورة الهواء للتثليج باعتبارها أقدم منظومة موجودة لكن بالنسبة لكتاب الدكتور خالد جودة رحمه الله مبادئ هندسة تكييف الهواء والتثليج فيأخذ هذا الفصل أو هذا الموضوع في الباب الرابع عشر وحنا ندري مشاعله مغذيك منهاج بالنسبة للدراسة وياكم وحتى للذين يستمعون من خارج الموضوع سيكون كل موضوع مفصل بحد ذاته دورة الهواء أو منظومة التثليج بالهواء من أقدم المنظومات التي عرفتها البشرية في التبريد حتى كانت قبل أن تكتشف أو قبل ظهور مواعي التثليج المهلجنة مواعي التثليج المهلجنة هذه اللي هي معروفة للآر 12 وآر 22 وآر 134 أو باستخدام الهواء هي مائع التثليج مالتها الهواء نحن ملاح نقول مائع التثليج مالناه تقرأ بالتفصيل ولكن عند لأخصت لك بشكل مهم الفكرة وشون تروح تقرأ وشون تفهم إن شاء الله منظومة أو دورة الهواء للتثليج تتكون من أربع أجزاء مشابهة مشابهة ولكن ليست نفسها ما هي منية لمنظومة التثليج الضغاطية عدنا كنا نسمي الإيفابوريتر خلنا نبدأ من الضغط نسمي الضغط الكمبريسر هنا أنا أهمنا اسمه الكمبريسر يضغط الغاز اللي هو الهواء من حالة واحد إلى حالة اثنين يروح علما كنا نسميه كوندينسر هنا ما يجوز نسميه كوندينسر نسميه كولر نسميه مبرد ليش؟ لأنه دي يبرد الهواء دي يبرد الهواء من حرارة عالية إلى حرارة واطئة ولكن مدى يغير الطور مالته ما عدنا فايز تشينج مدى يتحول من غاز إلى سائل تمام؟ ثم من المبرد لا حيكون بضغط عالي بدرجة حرارة واطئة يدخل المن إلى ماكنة التمدد يدخل إلى ماكنة التمدد اللي هو الإكسبانشين ديفايس ذكروها إكسبانشين ديفايس هذه العملية من يصير بتمدد يؤدي إلى انخفاض ضغطه ومع انخفاض ضغطه تنخفض درجة حرارته تنخفض درجة حرارته فإذن هنا أنا أرجع بالمبرد لتشي سوي دي يطرح كيو دي يطرح حرارة راح إلى أداة التمدد هو مبرد انه يتبرد أكثر يروح لي وين؟ إلى إحنا نسميها قبل إفابوريتر إفابوريتر يعني مبخر هنا بعد ما يجوز نقول إفابوريتر ليش؟ لأنه ما يصير عملية تبخير هنا هو دي يجي حالة غازية ويطلع حالة غازية ولكن دي يدخل بدرجة حرارة معينة ويخرج بدرجة حرارة أعلى فإذن هنا نسميها الثلاجة الفرج أو رفرج ريتر سموها فرج أو رفرج ريتر إذن تسحب حرارة من الحيز تسحب حرارة من الحيز فإذن الأجزاء الرئيسية كلها هي نفس الأجزاء من هي منظومة تلتيجة ضغاطية ضاغط مبرد ما نسمي كوندنسر ماكينة تمدد ثلاجة طيب المعلومة الأولى لتلاحظة تشوفوا لنا فتش اسمه محرك لحدنا ما حشت عنه شونه هذا المحرك؟ طلاب الماكينة تمدد هنا ممكن نمثلها بيتورباين التورباين يدخل للغاز بضغط عالي ثم يخرج بضغط واطئ التورباين منحصم عنده شغل منحصم عنده شغل فهذا الشغل يطلع من عنده ممكن نستثمره بأنه يفر الضغط بأنه يدور الضغط ولكن نعرف أنه يقول لك خسائر بالطاقة فالطاقة اللي راجعة من الماكينة تمدد لا يمكن أن تفر الضغط واحدها ولكن تعتبر ساندة ولكن تعتبر ساندة يعني مثلا الضغط بيحتاج 100 كيلو واط شغل يمكن يرجع لثلاثين أو 40 كيلو واط مننا ونحتاج 70 كيلو واط إضافة على مودة تستمر العملية كمثال وضع طلاب فهذه ما أجزاء منظومة تثليج الهواء لاحس السؤال ليش هذا الماكينة تمدد ما كنا نستفاد بها منظومة تثليج الانضغاطية بمنظومة تثليج الانضغاطية ليش ما كنا نستفاد من عدها ونفر محرك ندور محرك على مودة تدور الضغط حتى لو كان 10 كيلو واط حتى لو كان وطفر حتى لو كان في شيء جدا بسيط المهم طاقة مهدورة ليش ما نستغلها ذكرون جواب هذا ناقشنا ما أجاوبه هسا أجاوبه بنهاية المحاضرة لديك شوي تفكر وياي ليش ما استخدمنا لا تتمدد الفكرة هذا التدوير نفسه في منظومة التثليج الانضغاطية كيفية الحسابات أو قبل الحسابات أريد أفتهم شون الفكرة شون تشتغل أنت طلاب أطيكم فكرة الشغل المال العملية أطيك مثلا هواء بدرجة حرارة 50 بدنيا صيف درجة حرارة 50 مئوي لحيضغط المن إلى الهنان بضغط عالي حسب قانون من PV يساوي MRT يرتفع الضغط إلى مثلا 90 يرتفع الضغط إلى العفو الحرارة إلى 90 مع ارتفاع الضغط إلى مقدار معين تمام يدخل على المبرد يدخل عليما على المبرد المبرد يرتفع الضغط إلى الهوى من 90 إلى 55 أوكي ربما لأنه الهوى 50 يرتفع مثلا من 55 57 تمام يدخل ليوا أداة التمدد هو جدو ارتفع ارتفع 40 من 50 صار 90 تذكروها بالتمدد لاحينزل تقريبا نفس الشي ما نقول 50 40 لاحينزل 30 فاش لاحيصير من 55 يروح معنده 30 أو يروح معنده عفو 35 و30 يصير تقريبا بالعشرين العشرين يعتبر تبريد المن لي ممكن يستخدمك بالتبريد الهوى بدرجة حارة 20 ممكن بالتبريد طبعا وذا نرفع الضغط أكثر نسوي دلتا تي مثلا 50 لاحصير دلتا تي هنا 50 نقدر ننزل للعشرة ضغط شويت رتفعت الحرارة بردت الهوى لاحيبرد لاح تنزل درجة الحرارة ولكن الضغط لاحيظل عالي أرجع أمدده بنفس فكرة PV وثابت القانون العام للغازات PV وثابت أطبق لاح تنزل درجة الحرارة بهبوط الضغط إلى مثلا عشرة يعتبر العشرة تبريد أتمنى إن شاء الله الفكرة واضح حيصار مرتين عيدها قبل ما أنسى لنروح نكمل أقولكم هنا ليش ما استخدمنا منظومة تنتيجين ضغاطية لأن منظومة تنتيجين ضغاطية two-phase flow عادة شي يصير من الكندنسر يجينا بس يتمدد يصير سائل وغاز وما يكن منظومة تشتغل على سائل وغاز كأداة تمدد أما فقط غاز مثل التورباين مع المحطات الطاقة محطات توليد الطاقة الكهربائية تشتغل على ستيم سوبر هيتيت ستيم أو فقط سائل مثل الهايدرو تورباينز التوربينات مال المي بالسدود فقط مي أما يصير ميكس بيناتهم كلش صعب والسبب الآخر يعني العفوليش هو كلش صعب لأنه فرق كبير جدا ما بين الحجم النوعي وما بين الكثافة للسائل والغاز فيتفلش الريش ببساطة يعني مارد أدوخك بالتفاصيل مهمة ولكن هاي الفكرة المهمة الآن شرحنا أجزائها كيفية الحساب كيفية الحساب الكيوب الكولر الكيوب الكولر M.CP Delta T شوف أستخدم هاي العلاقة يجوز أستخدم M.CP Delta T ليش ليما ماكو فايس تشين تذكرون قلنا M.Delta H كان بالكوندينسر بالفابوريتر ليش لأنه يدخل بسائل ويطلع أو يدخل سائل وغاز ويطلع غاز يدخل غاز للكندينسر ويطلع سائل فلازم نستخدم M.Delta H لأنه أكو تغير بالفايز أما إذا ماكو تغير بالفايز ذات كارو بالهيتيك ستشينجر ويصف الثالث فنقدر نطلع السي بي عام المشترك نطلع السي بي عام المشترك فنصر M.CP Delta T هذا بالنسبة للكولر هاي الكولر بالرفرج أو الفرج شو نسميها MC هم من MC بس T1 ناقص T4 وهذا T2 ناقص T3 هل نتعرف هذي هذي T1 ناقص T4 بالثلاجة و T2 ناقص T3 وين بالكولر قلنا ما يكون مشكلة T2 ناقص T3 أو T3 ناقص T2 مجرد تختلف الإشارة هي معناتها تجاه جريان الانتقال الحرارة هنانا نمثل منظومة التثليج الهواء على TS دايقرام وال PV دايقرام أوكي هذا من 1 إلى 2 من 1 إلى 2 اللي هو شنوه هذا على PV دايقرام هذا كومبريسر هذا كومبريسر ومن 2 إلى 3 كولر ضغط ثابت أوكي هنا نشوف درجة الحرارة تنزل ثم من 3 إلى 4 Expansion Device أداة تمدد نشوف نانا الضغط ينزل أوكي من 4 إلى 1 فريج اللي هو رفرجريتر الثلاجة من 4 إلى 1 يسحب حرارة هنا سديط رح حرارة وهنا أنا شي سوي يسحب حرارة أوكي وهذه من 4 إلى 1 إجراء ثابت الضغط طبعا المفروض ثابت الضغط ويتغير فتش بسيط شوف انتبه الإجراء ما بين 1 و 2 ه كونستانت انتروبي والإجراء ما بين 3 و 4 كونستانت انتروبي فهنا نتذكرون على T2 على T1 و سونا P2 على P1 تو باور هذه العلاقة T2 على T1 و سونا P2 على P1 تو تستخدم T2 و T1 وبين T3 و T4 انتبه T2 T1 T3 T4 يجوز أقول T3 على T2 لا يجوز أقول T4 على T1 لا بس انتبه على هذه الخطوات هذه مهمة حساب الوورك حساب الشغل تستخدم هذه العلاقة تستخدم هذه العلاقة التي هي من هي علاقة الشغل هاي بصف الثاني بالثير مو دانا قسمة هنا شوي مواضح في P2 V2 P1 V1 V هنا الحجم مو سرعة يربالك نستخدم القانون العامل لذا غازات PV سواء MRT طل احنا العامل مشترك يصير M.RT2 T1 ممكن نعوضها طلاب انتبه إلى شغلة مهمة انتبه إلى شغلة مهمة M. هنا بسبب أن مائع ما يصير تأفيز تغير من السائل إلى غاز أو بالعكس فلذلك M.RT2 تكون قليلا نسبيا فش نحتاج إلى M.RT2 كبيرة M.RT2 كبيرة على مو نستخدم حرارة أو نستخدم سعة التبريد المطلوبة ومن تكون M.RT2 كبيرة شنو معناتها بناء المنظومة يكون كبير الكمبراسر اللي يتفعلك الكمبراسر اللي مثلا 1 كيلوغرام بير سيكند نفس الكمبراسر اللي يتفع 100 كيلوغرام بير سيكند طبعا لا أوكي فواحد كمثال 1 كيلوغرام بير سيكند من مع تثليج الإنضغاطي ممكن نحص ما عندك هذا طن تثليج أنا بدنا نحص نفس كمية الطنية من التثليج ربما نحتاج 100 ضعف أو 200 ضعف من M.RT2 للهواء شنو معناته كمبراسر لحيصير أضخم وطاقته أكبر فلذلك كانت بناء ثقيل فبهذا السبب أو لهذا السبب الرئيسي عند اكتشاف منظومة مواعد تثليج المهلجنة أو لتتحول من فايز إلى فايز أدى إلى تقلص أو تقليص استخدام منظومة تثليج الهواء بشكل كبير جدا إلا في مكان واحد تقليل ما يحتاج تخلي لكم الامتحان إن شاء الله لا يحتاج تحتفل فضوه بس تعلم كيف تستخدم العلاقة بين من بين من هو الwork بين من بين واحد واثنين واحد واثنين لين نعلك مبراسر تمام وعندك انتبه وين بل اكتشاف عندك ورق بين واحد واثنين وعندك ورق بين ثلاثة واربعة وطلع النت مالتهم كذلك بالنسبة هذا شوف الانضغاط ها عمليات الانضغاط بهذا الشكل و طبعا إذا كانت عكوسية نحن نستخدم بالنسبة للمستوى كلها عكوسية ما نمشي نتوسع به ممكن نتوسع به من مستقبل في هذا الموضوع هذا الwork لل expander expander لا التمدد هذا المن للكمبرسر C compressor هذا expander هسا تعلمنا شون طلع الwork إذن صاف الشغل هو شنو صاف الشغل يعني الwork compressor ناقص الwork expander تريد تحسب من كل واحدة واحد وتعوض هن اللي هي هذي worknet أو تعوض قوانيهن الرأس سنتطلع بعلاقة ثابت اللي هي worknet وسأولك m.cp t2 t1 t3 t4 هذي البساطة فإذا تعلمنا الworknet تعلمنا اللي شون نطلع الqc والqr هذي qc وهي qr بعدش عندك ما عندك مشكلة تحتاج ذني وتحتاج طلع cop هو الربح على المصروف هنا cop شي مثل لنا الغين اللي هو qr والمصروف انتبه مو w compressor w net الصافي w net الصافي مثال 14 1 مثال 14 1 تنتج دورة هواء مغلقة 10 تن تثليج عندما يكون الضغط في جانب الضغط العالي 400 كيلو باسكال ضغط مطلق وفي جانب الضغط الواطع 130 كيلو باسكال ضغط مطلق دائما اللي MRT البي هو absolute pressure مو gauge pressure absolute pressure المطلق ويدخل الهواء المضغوط المبرد اهالة تمدد بدرجة حرارة 49 ويدخل الى الضغط بدرجة حرارة 17 49 سيليزي و 17 افترض ان الانضغاط تمدد ثابت الانتروبي كونستانت اس جد معامل اداء الدورة COP ازاحة مكابس الضغط ازاحة مكابس الضغط اللي هو volume displacement وازاحة آلة التمدد همنا V دوت بس ما المن ما الاكسباندر ما الاكسباندر هنا شارح نا اول شي ترسمها على TS دايقرام انصحك دائما وال PV دايقرام ترسم من اثنين وتعوض شوف هنا راس مكياح على TS دايقرام هذا كونستانت pressure هذا كونستانت pressure تجي موجودة العلاقة عندك بالجداول بس تعوض شنو المجهول عندك T2 طلعناها انتبه دير بالك طلاب للدرجة الحرارة بالكالفين اذا عوضت بالسي لزي كل شغلك يطلع غلط دير بالك هذا بالكالفين وهذا المطلق الابسوليوت طلعت النا 352.9 كالفين ما يسادي 79.9 سي هذا من هو T2 ثم استخدمنا العلاقة بالك T4 على T3 انا بنطلع من هو طلعنا T4 شي طلعت النا minus 39.4 شوف جدت بارده minus 39.4 نجد هذه اذا نجد معامل الاداء COP شو ساولنا ال gain اللي هو T1 ناقص T4 بالك QR على الwork net على الwork net تعوض هن يطلع عنا COP 2.6 4 ان ازاحة الضغط هي معدل تدفق الحجم في مدخل الضغط ويجب ايجاد معدل تدفق الكتلي اولا ثم الحجم النوعي للهواء M. دوت نطلع ثم نطلع V دوت الام دوت تساوي ان X اللي هي تدبالك مو كواليتي X على QR X على QR CPT1 ناقص T4 X نتبه هنا حولناها من 3.5 17 1 6 3.5 1 6 أي 1 7 عن مدر حول الكيلو واط موائمة الوحدات طلعت 1.56 kg per second راجع المحاضرات السابقة من ماعة تثيج R134 والحمل منظومة 10 طن تذكر وش قد كان 0.1 0.09 kg per second قد فرق اضعاف 15 20 ضعف تصور حجم المنظومة ثم نطلع V1 هذا specific volume P specific volume 1 يساوي RT1 نعوض هم من التي تنسى تير بالك T1 Kelvin T1 Kelvin عوض ناهم طلع عن 0.5 0.5 6 5 متر مكعة per kg تبرص Pistong Pistong المنظومة يجب M.V1 M.V1 specific volume موض مموض 1 0.8 1 m m per second M.V1 A m M.V1 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 A M.V1 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 المترجم الى الخروج إن شاء الله مثال بعد مجرد كفاءة قراءة يعني ما عندك مشكلة بي يعني ما أريد يكون درس ممل وطويل وإن شاء الله دروس القادمة من فرصة القادمة أمثل أكثر على دورة الهواء ونحاول لحنزل إن شاء الله برنامج أو شرح باستخدام الإيز على الإيجاد أو خواص منظومة تثليج الهواء النقطة الأخيرة اللي أريد أشير لهذا طبعا نتكلم عن أملاح نشرحها اليوم عن الدورة هاي دورة الحقيقية أنه يصير بها تغير بالإنترو بي أنعوفه هسا آخر شي طلاب طبعا تقدر تقرأ با يورسيلف المناسبة تقدر تقرأ مثال 14 اثنيا ونعم مثال 14 اثنيا تقدر تقرأ وتفهمه ومطلوب من عندك حسب تبليغ أنا إذا بلغتكم مطلوب معدكم مطلوب معدكم آخر نقطة أنه قلت لكم حتشاية قلت لكم منظومة تثليج الهواء انقرضت تقريبا من استخدام ما عدا في مكان واحد وين المكان الوحيد اللي الآن تستخدم به مع كل التكنولوجيا الموجودة هي في الطائرات الطائرات الآن تستخدم منظومة تثليج الهواء لأسباب الأخصة كالتالي لأسباب الأخصة كالتالي طبعا قبلها أن الطائرة تطير على ارتفاع شاهق تقريبا لترفك مالية 30 ألف قدم 30 ألف قدم يعني 10 كيلومتر عن سطح الأرض اشقد درجة حارة الهواء أعتقد قسم ما عدكم يعرفوها واللي يمسافر دائما نشوف يقراها بالشاشة قدامه درجة حارة الهواء خارج الطائرة ناقص 40 هل تصور بأنه في هذا الارتفاع نحتاج إلى تكييف وتبريد؟ الجواب نعم شون؟ طبعا ناقص 40 نحن تشكيها بآب بجولاي بتموز حزيران بأي مكان من 9 إلى الارتفاع 10 كم أو 20 كم لترفك همال الطائرات القتالية يكون درجة الحرارة ناقص 40 ولكن نظل نحتاج إلى تبريد أسباب التبريد هي كالتالي أولا أنه الضغط يكون خارج الطائرة واطئ جدا الضغط يكون واطئ جدا فنحتاج نرفع الضغط داخل مقصورة مال الطائرة ورفع الضغط ويدي الارتفاع الحرارة الأمر الآخر أنه شاغلي الحيز طيارة ساعة 150 راكب أو 250 راكب أو 400 راكب الأمر الآخر قربها من أشعة الشمس أشعة الشمس المباشرة على البدن الأمر الآخر الأجهزة الكهربائية اللي بداخل مقصورة الطائرة والألكترونياتها كلها مصادر حرارة هذه المصادر كلها تحتاج إلى تكييف الهواء طيب ليش ضل بالهواء؟ لأنه بطل الهواء عندنا هواء مضغوط متوفر مجان مو مجانة شبه مجانة لأنه جيت انجين تعمى على ضغط الهواء فنأخذ قسم من الهواء المضغوط ونشغله لتبريد الهواء داخل المقصورة فهذا سألتكم هاتوا عن تقرأ بالتفصيل أنه ليش استخدم أو ما زال استخدام الطائرات تكييف الهواء باستخدام الهواء لكماد التثليج في الطائرات الحديثة والمعاصرة إلى هنا يعني ينتهي درس اليوم وهذه حدها النقطة هو المادة الداخلة بالامتحان إن شاء الله وتمنياتي لكم بالتوفيق وأي سؤال أنا مفتح إلى الإجابة عنه وآسف ذا كان شوية كلامي سريع أو يعني أنا حرصت أنه وضح أكثر مرة الأفكار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته